اخوتي العزاز السلام عليكم ان شاء الله سوف نرى طريقة جاتو جلاسي سوف نعمل فيه جينواز و بيسكوي مازارا بطريقة سهلة ان شاء الله غير تبعوا المراحيل جميع الفيديوهات سوف نعمل معكم فيديو خاص بيسكوي مازارا كما تلاحظوه نعمل طبقة مقرمشة 40 جرام الفيتين يجب ان يكون مقرمشة لا يكون لاوي 150 جرام الشوكولان بالحليب سوف نضيف معلق الزيت و سوف نعملها في حمام مريم حتى نحركها جيدا حتى تولي مخلطة جيدا و هنا لديه براليني 31 جرام براليني ممكن لكم تعمل اي شيء في براليني ممكن لكم تعمل اي شيء في براليني ممكن لكم تعمل ممكن لكم معلق الزيت قبل ان نضيف شوكولان و هذا الفيتين يجب ان يكون مقرمشة يجب ان يكون مقرمشة يجب ان يكون مقرمشة في فوق النار هادئة يجب ان يكون مقرمشة 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 مقرمشة يجب ان يكون مقرمشة يجب ان يكون مقرمشة يجب ان يكون مقرمشة يجب ان يكون مقرمشة مقرمشة يجب ان يكون مقرمشة يجب ان يكون مقرمشة يجب ان يضيف نظيف شوكولات يمكنكم تعملون شوكولات أولي بوحدها. يمكنكم تعملون 280 غرام شوكولات أولي. يمكنكم تعملون مع ملوين مثلا في الأخضار في الأصفار في الأحمر فما يريدون مع المونكيات التي أعجبتكم. نتمكن من حولها. لديه كويسا ونجده حتى يصلاح وقت أحد. ونجد أن يقوم بوحدها. لنجد ذلك ان يبقى حرق. لنجده برد قاع في الأمام ونجده بوجه. يتجلود يبقى بارد هنا يجب أن يبرد لأنه يبرد لكي لا يتجلود نرى الكريمة كما تلاحظون هنا 300 جرام كريم نضرب كريم فريش يجب أن تكون باردة في الموج الميد هنا 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 يجب أن تجمد يجب أن تكون بارد كريمة لا تتجمد لا تتجمد لا تتجمد لا تتجمد لا تتجمد كريمة تجمد نضرب ونضرب كريمة 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 نضرب 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 كريمة كريمة هنا لا تتجمد 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 كريمة لا تتجمد كريمة هنا 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 نضرب هنا 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 نضرب على هذه الطبقة الشوكولات الأولى هنا كما تلاحظون سوف نجعلها كاملة في الثلاجة ونجعلها في كل جيلاتور ونجعلها جميلة ثم نجعله بها